ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة وفدى مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث وستين للجنة التعاون التجاري لمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليجة العربية حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع التجاري والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون وقد حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف كما ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة وفدى مملكة البحرين المشارك في عمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي 49 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك